سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة النبي موسى عليه السلام الحلقة الثانية وفي المرة الفاتت يا جماعة قلنا إنه موسى شاف واحد من المصريين بيضرب في واحد عبراني وتلفت حوله عاياً كويس ولما لقى إنه ما في زول شايفه ضرب المصري وكتلوا ودفنوا في الرملة فرحوا نزمع بالموضوع ده وحاول يقبض على موسى ويقتله لكن موسى هرب هرب وين؟ هرب لي مديان وهي بلد بتقح شرق خليج العقب حالياً ولما وصل قاعد جنبير موجودة هناك أها في مديان كان في راجل اسمه يسرون يسرون ده كان راجل دين لشعب مديان وكان عنده سبع بنات وبنات ديل كانوا دايماً بيمشن للبير عشان يزقن غنمون وفي مرة ماشاً للبير زي العادة وجهزنا الماء لغنمون عشان يشربنه لكن كان هناك في بعض الرعاة ما خلوهم يسقن الغنم وطردوهن موسى قام حماهم وساعدون وسقن غنمون عشان كده راجعاً للبيت بدري وأبوهن استغرب جداً وقليهم إيه قدتو يا بنات؟ لا لا راجعت عن بدري مالكاً دي حصلت كيف شفتها يا بوي لقانا راجل من مصر حاملانا من الرواحية بعد ما اترضونا وشالانا الموية من البير وسقلانا الغنم آه طيب والراجل ده وين هسه؟ لما جبتانه معاكن نحن لازم نعلمه ونكرمه ويسرون رسل بناته ودع موسى لي بيته وموسى جبل الدعوة وبعد كده حصل اتفاق بين يسرون وموسى موسى سكن مع يسرون وتزوج بيته صفورة وولد منا ولدين الولد الأول سماه جرشوم جرشوم؟ أيوة ومعناها غريب لأنه موسى قال أنا لجيت نفسي غريب في بلد غريبة وكان بيتحدث عن وضعه في مصر والولد الثاني سماه لي عازر ومعناها الله أعاني أيوة لأنه قال الله ربي ورب أجدادي أعاني ونجاني من سيف فرعون وبعد وقت طويل من إغامة موسى في ميديان ملك مصر كنا تكلمنا عنه مات واستلم الحكم من بعده ملك جديد لكن بني إسرائيل برضو كانوا لسه بيقاسوا من العبودية ودعوا الله وأله حن عليهم واستجاب لدعاهم وصراهم حسب عهده مع أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب الله رسل لبن إسرائيل موسى عشان ينقزهم بمشيئته في المستقبل وفي ميديان سيدنا موسى كان بيرع غنم نسيبه يسرون وفي مرة ساق الغنم لجيها بعيدة في الصحراء لغاية ما وصل لطور سناء وهناك ظهر ليه ملك في شكل نار مضوية في وسط شجيرة وسيدنا موسى عليه السلام شاف النار ميولعة في الشجيرة دي بدون بقى تحريجه وفكر وقال في سره أنا لازم أقرب وشاهد المنظر العجيب ده النار دي لهم بتحرق الشجيرة دي ولما سيدنا موسى عليه السلام قرب الله سبحانه وتعالى طبعا كان شعفه وناداه من وسط الشجيرة يا موسى يا موسى وموسى رده نعم نعم يتمنو والله قال ليه أنا الله رب أجدادك إبراهيم وإزحاق ويعقوب يا موسى ما تقرب لي مكاني ده وأقلع جزمتك لأنه حتى المكان اللي انت واقف فيه ده مكان مقدس وموسى غد توشه لأنه خاف إنه يعاين لأله وقال لسيدنا موسى يا موسى أنا شفت شقاء شعبي بن إسرائيل وسمحت دعاهم وصراهم بسبب تسخيرهم في مصر وعلمت بآلامهم وقررت أكون معاهم وأنقزهم من زل المصريين وأطلعهم من مصر لبلاد الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين وهي أرض طيبة وواسعة ورخية ومليانة عسل ولبن عشان كده أنا هرسلك لفراعون عشان تمرك شعبي من مصر للأرض دي لكن سيدنا موسى رد وقال لكن يا ربي أنا منه أنا منه عشان أبشي لفراعون وأمرك بني إسرائيل من مصر وقال الله قال ليه يا موسى ما تجلق وما تخاف أنا حكون معاك لأن رسلتك وده حيكون شي واضح للجميع ولما تمرك أنت وشعبي من مصر حتجوا تعبدوني في الجبل ده وموسى قال لي الله يا رب لنفرض إنه أنا مشيت لي بني إسرائيل في مصر ووريتهم إنك إنت إله جدود إبراهيم ويسحاق ويعقب ورسلتني لهم وهم سألوني عن اسم أقول لهم شنو و الله قال لي سيدنا موسى قل لهم الله رسلني لكم والحي الدائم هو اسمه جيل بعد جيل للأبد دلوقت دلوقت يقوم سافر لي مصر ويدمع كبار بن إسرائيل وكلمهم بكل اللي قدتوا ليك وهم حيسمعوا كلامك وتمشوا كلكم لي فرعون وتقولوا ليهو الله إلهنا قال لينا أمشوا مسيرة ثلاثة أيام في الصحراء وقدموا لي الضبايح هناك ونحن حسي طالبين منك تخلينا عشان نمشي نعبد إلهنا لكن يا موسى أنا عارف إنه فرعون ما حيخليكم إلا إذا جبرته يد جوية عشان كده أنا حقامد يدي وأضرب مصر بكل الكوارث وأنزله هناك بعد ذاك هو حيخليكم تطلعوا من مصر أنا برضو حخلي المصريين يكونوا مبسوطين منكم لذلك يد إنه لما تمرقوا ما حتكون إيديكم فاضية لأنه كل مرة حتطلب من النسوان الحول مشغولات من الدهب والفضة والمبابس الفاخرة لأولاده وبناتها وبكده حيكون الكثير جدا من أموال المصريين وقح في إيديكم لكن يا رب بني إسرائيل لا حيصدقوني ولا حيسمعوا كلامي وكبان حيقولوا لي الله ما ظهر ليك والله قال ليه يا موسى قال في يدك دي شنو دي عصايا والله قال لي سيدنا موسى عليه السلام أرميها على الأرض وسيدنا موسى فعلا رماها والعصايا انقلبت لي صعبان صعبان؟ وموسى لما شاف انقلبت لي صعبان خاف وشرد منه لكن الله قال ليه ما تخاف يا موسى مد يدك وأمسك الصعبان من ضنبه وفعلا سيدنا موسى مد يده ومسك الصعبان من ضنبه والصعبان انقلبتان لعصايا ما معظم أيوة وقال الله لسيدنا موسى أعمل كده عشان شيوخ من إسرائيل يصدقوا إن المولى إله إدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر ليك فعلا وقال لي سيدنا موسى دخل يدك في ركبة جلابتك موسى دخل يده زي ما الله أمره لما طلع لقاها مبرسة شديد لا حولها الله قل ليه ودخيلها تاني وموسى دخلها ولما طلع لقاها رجعت لحالتها الأصلية لا حولها وقال الله قال لي سيدنا موسى إذا ما صدقوك وما اختنعوا بالمعجزة الأولى أعمل لهم المعجزة التانية وإذا ما صدقوا المعجزتين اللي اتنين ديل وما سمعوا كلامك شليك موية من النيل وكبة على الأرض والموية دي حتتحول لدم موسى قال لي الله عفوني يا رب أنا ما بليخ في الكلام لاي من زمان ولا دي الوقتي وحتى بعد كلامك معي يا رب لسه برضو لساني تقيل ونطقي بطي وقال لي سيدنا موسى يا موسى منو الخلق الخشم للإنسان ومنو الخلق الناس وفيهم الأبكم والأطرش والأعمى والمفتح مش أنا الله الصانع القدير عشان كده انت بس أمشي وأنا بعينك بالكلام وأوريك تقول شنو لكن موسى قال أنا بترجاك يا الله بترجاك إنك ترسل واحد ثاني غيري وقال ليه طيب هارون أخوك موجود أنا عارف إنه فصيح وخذ الوقت في الطريق جاي عليك ولما يشوفك حيفرح جدا انت وريه المطلوب وأنا حكون معاكم لما تتكلموا وحوريكم والمفروض تعملوه وأخوك حيكون لسانك وحيكلم الناس بكلامي نيابة عنك بعد ما أنت توريه المطلوب وما تنسى شيل معاك عصايتك لأنه برضو حتعمل بيها معجزات وبعد ذاك سيدنا موسى رجع لنسيبه يسرون في ميديان وقال ليه يا شيخ نعم أسمح لي عشان أرجع لمصر أشوف أهالي لأنني دلوقت ما عارفوا الحيين ولا ميتين كويس على بركة الله عطى صحبك السلامة وربنا يعدل طريقك وسيدنا موسى عليه السلام لما كان في تور سيناء قال لي كان طلب منه إنه يسافر لي مصر ومرة تانية في ميديان برضو الله قال ليه يا موسى أرجع لي مصر بدون أي خوف لأنه كل اللي كانوا عايزين يقتلوك ماتوا سيدنا موسى ساك زوجته وأطفاله وركبهم على حمير وشال العصايا اللي بيعمل بيها المعجزات معاه وقال ليه لما ترجع لي مصر تذكر إنك لازم تعمل جدام فراعون كل المعجزات الوريتك لها ولكن مع كده أنا حجسي قلبه وما حيخلي الشعب يطلق وبعد رفضه إنت يا موسى لازم تقول ليه الله قال ليك إنه شعبي بني إسرائيل هم شعبي المختار وأنا بحبهم زي خبك لي ولدك البكر ومع إني قلت لك لازم تخليهم عشان يطلعوا يعبدوني إنت عاندت وأبيت عشان كده أنا أحققت الولدك البكر طيب يا جماعة الليلة خلونا نجيب هنا يا إخواصل عليك الله أخذ الله أخذ يا إخواصل يا إخواصل خلونا أخذ الفرز شوية ما عليش يا جماعة خلط هنحتبر ديني هاية الجزء تالي وبإذن الله في المر جايح نواف يا إخواصل 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 يا إخواصل